ضيفتي في هذه الحلقة هي الباحثة الأسبانية أديبة رومريو أستاذة التاريخ الأندلسي ورئيسة قسم البحث وعلم المخطوطات في كلية الدراسات الأندلسية بغرناطة والعاملة في إدارة مشروع جمعية المكنز الإسلامي الخاص بالحفاظ على مخطوطات دار الكتب القومية المصرية حياك الله أستاذ أديبة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أديبة أنت تنتمين إلى أسرة أسبانية لكنها تعرف بالمورسكيون من هم المورسكيون إذا تعرفينهم لنا باختصار الأسبانية؟ المورسكيون هم المسلمون أو التسمية التي أعطتها محاكم التفتيش والتي أعطت بعد ذلك في جماعة كتب التاريخ التي كتبت بعض سقوط الأندلس سياسيا في 1492 فهؤلاء المسلمين الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة الأندلسية والذين تنصروا بعدة قرارات صدرت عن الحكومات الإسبانية المتعددة لم يكن خيارهم لم يكن خيارهم أجبروا على التنصير سميوا بالمورسكيين لأنهم أخفوا إسلامهم وأعلنوا ذينام المسلمين لكن أصولهم تعود إلى أسبانيا أساسا وليس من القبائل العربية التي جاءت إلى أسبانيا أو إلى الأندلس ما عند رحمة الداخل يعني هم أندلسيين أولا أحب أن أوضح ما هو الأندلسي الأندلسي هو المسلم أو النصراني أو اليهودي الذي ولد في شبه جزيرة إيباريا في الثمانمائة سنة من الحكم الإسلامي السياسي الرسمي في شبه الجزيرة إيباريا يعني كل من ينتمي إلى تلك الحضرة وينتمي إليها يسمى بالأندلسي عادة طبعا كانوا مسلمين لأن معظم هؤلاء المجتمع كانوا مكون من المسلمين وقد يرجعون إلى انتماء عربي لكن هذا بقي في دمهم قد يكون المورسكي ممكن يكون أصوله عربية أو أصوله أسبانية طبعا نعم لأن المجتمع الأندلسي نشأ على اندماج العرب والبربر مع سكان شبه جزيرة إيباريا أنتم أساسا إلى أي أصول تعودون نحن درسنا عائلتنا ونرجع إلى عائلة بني القاسم كانوا من ضائفة دانيا وتلك العائلة ربما قد تأتي من الشام منطقة من الشام أصولكم أيضا عربية لكنكم موجودين طيب أشرت قبل قليل إلى أن تسمية المورسكيين هي التسمية التي منحت للمسلمين الذين أجبروا على ترك الإسلام والدخول في الديانة المسيحية في محاكم التفتيش هل تعتبرون أن هذا الاسم يحمل أي دلالة سلبية؟ طبعا خاصة الآن كان يحمله في وقته لأن المسلمين عندما أجبروا على التنصير العديد منهم تنصر حتى يحفظ على حياته هل عندكم مشكلة مع هذا الوصف؟ طبعا ما تفضلي الوصف هذا كثيرا؟ لا يعني ما عندي مشكلة الآن إذا أحد قال لنا مورسكيين لأنه ليس لها أي علاقة الآن بالتاريخ أصبحت التعمل معك كتوصيف أكاديمي يعني نعم يعني معظم السكان الأندلسين الأسبانيين الآن ممكن نقول 50% بلا مبالغة أصلهم يرجع إلى أصل مورسكي يعني معظم ألقاب العائلات الأسبانية الغير مسلمين أيضا في أسبانيا إذا يدرسون تاريخ أوصولهم يعني أصلهم يرجعون إلى عائلات مورسكية لأنني ضد الفكرة الموجودة في العالم كلها ويسندني العديد من العلماء والباحثين الممرخين بأن المسلمين لم يطردوا من الأندلس فقد طرد جزء صغير من المسلمين بل تنصروا بالقوة أنت تميلين إلى أنهم طردوا طردا المسلمين نعم هناك حصل طرد ولكن حصل طرد لجزء صغير من المجتمع الإسلامي الذي كان موجود هناك أما الباقي تأقلم وعلم الإسلام إلى أبنائهم بالسر وهكذا لمدة أكثر من 200 سنة وثم بعد قرار الطرد العام الذي كان أصدر من قبل فليب الثالث في 1609 بعد ذلك يعني يراد أن يبقى في علم الجميع أن المسلمين قد طردوا من أندلسيا يعني من أندلس ومن أسبانيا ولكن ذلك لم يكن هكذا يعني طرد جزءا منهم الباقيين يعني رضوا بي إلى الآن يعني نحن معظم سكان أندلسيا تابعين لهؤلاء المسلمين الذين تنصروا طيب بعض الباحثين يرى مثل ما شرطي قبل قليل إلى أن تسمية المورسكيين هي تسمية سلبية وأنهم هم المسلمين المدجنون المدجنين اللي طوعوا بعد سقوط غرناطة وأجبروا مثل ما تفضلتينتي قبل قليل رضوا أن يبقوا بين المسيحيين وانتقلوا إلى الديانة المسيحية نعم فهل تميلين أنت إلى نفس هذا الرأي أيضا؟ نعم المدجنين يعني أود أن نشرح الفرق بين المدجن والمورسكي المدجن هو الذي مثلا سقطت مدينة طوليتلا وكان مسلما ولكن تحت حكم نصراني كان يسمى بمدجن ولكن لم يجبر على التنصير المورسكي هو الذي يجبر على التنصير والتاريخي تحدث عنه بطريقة سلبية حتى يشوه يعني صورته ولا يؤخذ بأنه كان شخصا ينتمي لأسبانيا أنت الآن مسلمة عائلتك أجبرت مثل ما عرفنا على الدخول في النصرانية والمسيحية أثناء محاكم التفتيش ثم عدتم إلى الإسلام في الثمانينات الميلادية بعد أن ظهر في أسبانيا قانون الحريات الدينية حسب ما عرفت أن أنت أحد جداتك كانت جدة مسلمة لكن والدك تخل إلى الإسلام بعد أن استمع إلى قراءة القرآن لدى أحد جيرانه ألم يكن هناك أي معرفة لديكم بصيلتكم بالإسلام أم أنكم تعرفون أنكم مسلمين أنا أقصد أن تأخر دخولكم في الإسلام كمعظم سكان إسبانيا خاصة في جزء أندلوثية في الجنوب نحن نعمل لدينا إسلام تراثي نحن عندنا طبائع إذا أحد سافر إلى إسبانيا يجد نفسه في وسط مناخ إسلامي بلا إسلام يعني أنه الناس ما تعرف أنه هكذا المسلم يعني هكذا الطبائع المسلم مثلي شو الإسلام التراثي اللي تقصده يعني مثلا الكرم في البيوت الكرم هي جوز من العادات الاجتماعية ليس مرتبط فقط والدين نعم ولكن في الأندلوثية تجد هذا الكرم العربي أو الخاص بالإسلام عندما مثلا يأتي أحد أجنبي لأحد يعرفه يفتح له الأبواب يعمل له الأكل مثلا يوجد لدينا الكثير من الطبائع الدينية الصوم لدينا في المسيحين الأسبانيين يصومون أكثر من أي مسيحين في العالم أخذ المواليد أو السانتوس لدينا الكثير من القداسيات الموجودة في أسبانيا وليست موجودة في بلدان لاتينية أو النصرانية أخرى ترجع إلى يعني حتى لدينا سانتا فاطمة يعني قسيصة باسم فاطمة يعني داخل الإسلام حتى في التراث نعم وبهذا يعني الشعب الأسباني لا يعرف أنه له انتماء بهذه القوة إلى الدين الإسلامي غير إذا ربما بحث عن ذلك فهذا يعني ماذا حدث مع عائلتك تحديدا؟ أنا خسب ما عرفت أنه كل عائلتك دخلت الإسلام استثناء أحد عمامك نعم فما الذي حدث؟ هل مثلا تعرفون أنكم من أصول مسلمة لكنكم لم تريدوا أن تجددوا هذا؟ لم تجدوا ضرورة؟ لا الأمر كان لأنه في الثمانينات حصل في قرار حرية الأديان في أسبانيا فالكثير من الأناس استطاعوا أن يختاروا فالكثير من المجتمع الإسلامي لم يكن مقتنع بسياسة الكنيسة يعني مثلا الدين الشائع في أسبانيا هو النصراني ولكن ليس الكثير من الأشخاص لا يحبون أمور الكنيسة وهكذا فعائلتي ممن عرف قليلا عن الإسلام والدي أجر منزله لعائلة مسلمة أسبانيا وعندما رأوا معاملاتهم وطبايعهم عائلة مسلمة لم تخرج من الإسلام؟ لا أسلم مثل أهلي أبي وأمي قبلهم بكم سنة وهو أيضا لأنه كان موسيقيا بدأ يدرس الموشحات وتسمع عن الإسلام وثم بعدما أسلم كان يوم يصلي وجدت استغربت وقالت له ماذا تفعل وقال أنا أفعل لا تخافي أنا أدعو إلى نفس الإله أهل واحد ولكن أنا أقول له الله وأنت تقول له ذيوس وأنا أدعو أن يعبده بطريقة أخرى فجدتي تعجبت وقالت له لا أنا أتذكر جدتي كانت تعمل هكذا في الصباح في الفجر لكنها لم تتساءل لماذا لأنه ربما قد وصل إلى تلك الجدة وصل لها الإسلام كتراث أو كشيء يجب أن تفعله حتى تحمي نفسها ولكن لم توصله لحفيدتها وأسلمت جدتك بعد ذلك نعم بعدما رأت والدي والحمد لله هذا للإسلام أنت أستاذ أديبة روميريو أسبانية وعائلتك عائلة أسبانية تتحدثين العربية بطلاقة هل تتحدثين العربية بالنظر إلى أنك تخصصت بالاهتمام بالمخطوطات والمخطوطات الأندلسية على وجه التحديد ونظراً لاهتمامك بتاريخك وتاريخ أجدادك أنا أخذت العربية من أفضل مكان في العالم من مكة المكرمة تعلمتها من الجذر لأن أهلي عندما والدي وأمي عندما أسلموا أعتقد أن أكبر عمل في حياتهم كان الشجاعة التي أخذوا حتى يذهبوا في الثمانينات إلى مكة بعد إسلامهم مباشرة؟ نعم بسنة لماذا ذهب لي؟ يعني والدي كان من ضيوف الملك فهد الله يرحمه في الأقليات الإسلامية في العالم وطبعاً في أسبانيا كانوا عشرين مسلم في جرنازا فقط ذهب إلى الحج؟ ذهب إلى الحج وسأله عن إذا يريد شيء وهو طلب أنه يريد أن يتعلم الإسلام من منبره من مكة فذهب ودعونا وعيشنا هناك لمدة عشر سنين فتعلمنا هناك أنا تعلمت اللغة العربية طبعاً ودرست في مدرسة ابتدائية حكومية في مكة أيضاً من ضمن الأعمال التي تقومين بها أنت أستاذة زائرة لكليات الحكمة تذهبين في الصيف وتلقي محاضرات في كلية الحكمة بجدة؟ نعم در الحكمة هي كلية خاصة في جدة وأنا أعتقد أنها من أفضل الكليات الموجودة الآن في المنطقة سؤالي جميل سؤالي أستاذ عديبة هو أنك يعني كيف تجدين الفارق بينك أنت كمسلمة وبين تلميذاتك أو زميلاتك مثلاً في در الحكمة في جدة؟ أنا التلميذاتي صراحةً هم من تلميذات مثقفات جداً يعني تلميذات الجامعة تعمل لهم بروغرامز كثيرة يعني برامج حتى تساء يسافرون إلى بلدان أوروبية يعني يفهمون التراث الأوروبية والحضرة الأوروبية وحتى يكونون طالبات للمستقبل يعني جاهزات للعالم الحديث ربما الفرق الذي أجده أنني عندما رجعت إلى ككوني أوروبية وتراثي وأهلي وكلنا أوروبيين ربما أفهم بعد أن ذهبت وأنا عشت في السعودية مدة طويلة يعني تربيت أنا بعض المرات لا أعرف إذا أنا سعودية وأسبانية ولكن عشت درستي في مدارس حكومية ولكن عندما رجعت إلى أسبانيا بدأت أفهم كم كان عمرك عندما ذهبت إلى السعودية خمسة سنين وعدت من السعودية ونتي خمسة عشر سنة فترة التكوين يعني فكل الذي تعلمته في السعودية حللته بهذا ذلك في أسبانيا يعني بدأت أفهم العالم من الجهتين بعدين كل دراساتي الجامعية يعني كانت في كليات الدراسات أسميها بغرناطة فعرفت أن أفهم لماذا هذا الجزء من العالم يرى الجزء الآخر بهذه الطريقة ولماذا الجزء الآخر يرى هذا العالم بهذه الطريقة وما هي الأمور التي تسبب المشاكل الموجودة عندنا في المجتمعات خاصة في المجتمعات بين الشرق الأوسط وأوروبا فربما هو هذا الفرق الذي أنا إن شاء الله أتمنى أن يصل إليه في هؤلاء الشابات يعني في تلميذاتي معرفة كيف ينظر الغرب إلى الشرق وشرق إلى العرب نعم معرفة المجتمعين وتحليلهم بالطريقة الإيجابية أنهم لا نرى الأشياء التي تبعدنا بل نرى الأشياء التي تقاربنا ترين أن بعض تلميذاتك ممكن في السعودية ينظرون إلى بعض الأشياء الظواهر ويحللونها فيما يتعلق مع علاقتهم مع الغرب ويحللونها بشكل سلبي طبعا في كل شيء يعني المجتمع كبير جدا ولكن كما قلت في البداية طالبات دار الحكمة بالنسبة لي من أفضل طالب كنت محظوظة لأنهم مكونات في مدارس ممتازة والجامعة تقدم لهم بروغرام ممتاز فهم متفتحات جدا ويعني متاكوينة في مجالات متعددة وكثيرة يعني ليسوا مغالقات جميل أنت متفرغة حاليا للعمل ضمن إدارة مشروع جمعية المكنز الإسلامي الخاص بالحفاظ على مخطوطات دار الكتب القومية المصرية ما هي المهمة الرئيسية باختصار التي تقومون بها هناك طبعا نحن جمعية المكنز الإسلامي وأنا تشرف جدا بانتماء لها منذ سنتين هي نيتها الأولانية يعني الأولى هي الحفاظ على التراث المخطوط الإسلامي في العالم ولها مشاريع عدة من بينها قسم الحديث هي أصدرت موسوعة الحديث الشريف وهي الآن رقم واحد يعني المصدر الأساسي في جميع الجماعات في العالم يعني دراسة الحديث تنتمي إليها أكثر من مئة شيخ من الأزهر يعني كل دراساتها وكتبها يعني لا تصر إلا بتوثيق من قسم البحوث العليا للأزهر وأنا أنتمي لمشروع خاص بالحفاظ على مخطوطات دار الكتب دار الكتب المصرية تعتبر ثاني أكبر مجموعة في العالم الإسلامي كله يعني عندهم مجموعة مخطوطات ثاني واحدة أو الواحدة بكمية هي السليمانية يعني الموجودة في إسطنبول وأما الثانية هي دار الكتب ولكن ربما يعني ممكن قد نقول أنها رقم واحد في العالم العربي فلديهم من أندر المخطوطات في كل المجأة في كل النواحي يعني تعملون أنتم في صيانة هذه المخطوطات نحن نعمل وإخراجها في مطبوع يعني على نحن نضع نحن عندنا مشروع مشترك مع إدارة مكتبة دار الكتب في وضع أشياء كثيرة يعني ليست فقط الحفاظ على المخطوطات يعني نضع دور تدريبية كلها حتى نراعي تلك المخطوطات نضع نساعدهم في عمل تطوير المخازن تطوير صلاة العرض المتحفي نحن نجمع لأن العالم كان يفقده أن يجمع بين معرفة أوروبا مثلا من علم الاكتناع ومعرفة العالم الإسلامي من علم البحوث فيوجد هناك العديد من المتخصصين في يعني علم المخطوطات والمتخصصين فيه ليس كثير فهو علم يعني بدأ الحفاظ عليهم منذ قليل يعني مؤخرا فنحن نجمع بين معرفة الأوروبيين في الورق والأحبار والتقنية الحديثة في الترميم وكل تلك الأمور ومعرفة العرب التي الأوروبيين لا يستطيعون أن يصلوا إليها إلا بصعوبة وهي معرفة محتوى المخطوط يعني بحثه وتحقيقه وأنه نحاول أن نجمع بين الاثنين لمصلحة أرشيك نحاول أن نجمع بينما تقولين وبين الوقت سأنتقل إلى فاصل وأعود بعده لمواصلة حوارهم مع الأديبة الأسبانية أديبة روميورو فابقوا معنا أيها الأخوة والأخوات ترجمة نانسي قنقر حياكم الله في إضاءات مجددا لا يزالوا حواري هذه الحلقة مع الباحثة الأسبانية أديبة روميرو أستاذة التاريخ الأندلسي ورئيسة قسم البحث وعلى المخطوطات في كلية الدراسات الأندلسية في غرناطة أستاذة أديبة قبل الفاصل كنا نتحدث عن المخطوطات نعم أنت قمت بنشر أول كتاب على المخطوطات الأندلسية لعائلة بن القوطي نعم في تيمبكتو نعم كنت قد تخرجت من قسم الدرسات الأسلامية في جماعة غرناطة وسألتني إحدى مدرساتي عن ماذا سأفعل هل سأعمل في الكنتمبرانيا يعني العلوم الحالية في العالم العربي أو هل سأعمل في التاريخ طبعا لم أكن أريد أن أعمل كمعظم الطلاب الذين يتخرجون من جماعة أسبانيا وهو تحليل العالم العربي الواقعي لأن عادة يكون نقض العالم العربي الواقعي وأنا ما كنت أريد ذلك أبدا طبعا كنت أريد أن أعمل بالأساس لماذا أسبانيا تنقض بهذه الطريقة وجماعاتها وأوروبا العالم الإسلامي من غير أن تفهمه يجب أن تفهمه ورأيت أنه لا تفهمه لأنه أصلا تاريخنا غير معروف في أسبانيا وتاريخ مجهول تاريخ الأندلس لا الحقبة الإسلامية فبدأت فكرت هل هو غير معروف أم أنه مغيب مغيب في من جزء ومجهول من جزء آخر لأن وثائقنا غير مترجمة ووثائقنا غير محققة ومعظم الأشياء التي وهذه من تجربتي الخاصة كطالبة في جامعات أسبانيا إذا أردت أن تعمل أي بحث متعلق بالدراسة الإسلامية الأندلسية لا بد أن ترجع إلى مراجع أوروبية بلغات أخرى لأن هذا المتوفر يمكن هذا المتوفر والأسبانيين لا يجدون اللغات الأخرى الأوروبية مثل المنتمون لبلد أوروبية أخرى فطبعا كانت نية أن أعمل في تحقيق التراث ورأيت برنامج في التلفزيون يتحدث عن اكتشاف من جهة الوزير السابق في عهد أزنار ترك منصبه لأمور شخصية معظم متعلقة بأنه كان ضد حرب العراق هو اسمه منويل بيمنتيل أنا عملت معه لمتطويلة كان وزير شؤون العملية في أسبانيا وذهب إلى تنبكتو باحثا عن الرحل وفجأة لقي تحت في منزل أحد الأناس الذين كرموه في منزله سندق مليا بالمخطوطات أنا عندما رأيت ذلك البرنامج سبحان الله دعيت الله يعطيني فرصة في العمل في شيء كهذا فبعد ذلك بأسبوع نفس الوزير أتى إلى منزل يدوق الباب يبحث عني فأنا قلت سبحان الله لأنه عندما وصل عندما اكتشف أو تكلم مع صاحب ذلك المكتبة قال له أن هذه المكتبة تنتمي لرجل هربا من طليتلا كان هناك إبادة عرقية جماعية في طليتلا في القرن الخامس عشر كان اسمه هو هاجرة كان اسمه علي بن زيادة القوطي الأندلسي الطليتلي القوطي لأنه ينتمي لبني قوطية قبل دخول الإسلام وعندما سافر أخذ معه كل مكتبه الخاصة والتي فيها كتب قد أحرقت بعد ذلك في يد محاكم التفتيش وهو أوصى ولده محمد قوطي بعد ذلك أصبح كاتي اسمه أوصى جمع كتب والده وذهب إلى أسبانيا إلى الأندلس أكثر من مرة وحصل يعني كان يأخذ الكثير من مخطوطات إلى مناطق مختلفة من نيجر ريفر يعني في نهر النيجر قاوة شنقيت واللاتا كل هذه المنطقة وإلى أن استقر في جومبو ثم استقر في تنبوكتو بعد ذلك سلالاته لكن هو أوصى أهله أن يبقوا دائما يكتبوا حياتهم في هومج تلك الكتب الأندلسية حتى لا أحد ينسى أنهم من الطليطية حتى ولا يضيع تاريخهم ولا يضيع تاريخهم وفي الوصية كتب أنه يبقى في يد الأندلسيين المسلمين الحفاظ على هذه الكتب طبعا يعني هذا الوزير عندما رجع إلى أسبانيا وجد أن الأندلسيين المسلمين الذين نعرف لغة عربية كنا نحن في كلية الدراسات الأندلسية في صغرنا فسأل في كلية ودلوه الكلية علي سبحان الله نعم هكذا كان طريق دخول إلى علم مخطوطات منذ تقريبا 12 سنة 10 سنوات تقريبا جميل في المؤتمر الدولي الرابع عشر للدراسات المورسكية في تونس 2009 أستاذها ديبة ركز باحثون من خلال وثائق حصلوا عليهم مكتبات مختلفة على هجرة المورسكيين إلى أمريكا اللاتينية تحدثوا على أنه رغم القيود الشديدة التي وضعتها أسبانيا على هؤلاء وملاحقتهم ذلك الوقت لأنهم سافروا إلى أمريكا الجنوبية لم تفكري في أن تكون أمريكا الجنوبية أحد وجهتك الاهتمام بمخطوطات المورسكيين التي مهتم بها نعم وهي أحد أجزاء اهتمامي نحن في آخر مؤتمر قمنا به مع هيئة التراث الأندلوسي بغرناطة المتعلق بتهجير المورسكيين بذكرى مرور أربعمائة سنة من طرد العام كانت هناك أكثر من محاضرة تتحدث عن وجود المورسكي بأمريكا وعن عملهم وأنا الآن منذ مدة قصيرة كنت أقرأ أكثر من مصدر يتحدث عن كيف كان فليب الثالث قلق لأن بينما هم كانوا ينصرون كانوا يشكون بأن نفس الذين ذهبوا للتنصير كانوا مورسكيين وهناك الكثير من الرسائل التي تتحدث عن إحذروا فالمسلمين المورسكيين كانوا يقولون ذلك الترمنولوجي سلبيا إحذروا فهم ذهبوا إلى هناك وسيعلمون الهنود دينهم المحمدي وهناك الكثير من الوثائق والدراسات التي تؤكد أن هناك قرى كاملة من المسلمين لأن وجدوا عمل بحث في المقابر ووجدوها كلها على القبلة ووجدوا الكثير من الوثائق ووجدوا الكثير من الأسماء الإسلامية وتقنيات زراعية إسلامية وأشياء كثيرة تؤكد أن المسلمين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية وهناك أيضا الكثير من الوثائق التي تؤكد بأصولهم قبل كريستوبا الكولومبوس كولومبوس أصبح الاكتشاف من حق كولومبوس لكن ما أود أن أسألك عنه أستاذ عديبة هو أنه أنتم تعتبرون كمسلمين مورسكيين أنه 1609 هو ذكرى مأساة طردكم من الأندلس أو بعضكم على الأقل من الأندلس هناك وثائق تتحدث على أن المسلمين هم الذين طلبوا من الخليفة العثماني استعانوا بالخليفة العثماني وطلبوا منها أن يسهل جلاؤهم وخروجهم من الأندلس وأن الملك فيليب الثالث الذي أشرت له قبل قليل بناء على رغبة السلطان العثماني سهل إجراءات خروجهم وصدر قرار من ضمن بنوده من الملك فيليب أنه لا يسمح بالإساءة إلى أي أحد من المبعدين ويتواعد بالعقاب كل من يتعرض لهم بذلك من الجلد وعمال المواند هذا غير صحيح ألا ترأي أن هذا ينقذ فكرة هذا غير صحيح هذا مثال لما يحصل في تاريخنا في أسبانيا أولا 1609 هو ذكر مؤسف لكل سكان أسبانيا ليس فقط للذين رأينا أننا ننتمي للموريسكين هو مؤسف للأسبانيين لأنه ذكرى طرد لشعبنا الأسباني مشكلة عندما أسبانيا إلى الآن في الجامعات وفي أماكن التدريس تشير إلى أن الإسلام قد أتى إلى أسبانيا كأنه استيلاء وأن غزو وأن بعد 800 سنة بعض المحل في العرب أيضا يكرر هذه الفكرة وهذه الفكرة غير صحيحة وغير منطقية فكرة أنهم أتوا غزو 800 سنة وهم نحن الأسبانيين بعد ذلك طردناهم حتى نطهر أرضنا هذا غير صحيح هل كان المسلمين عندما جاءوا إلى أسبانيا يجبرون الأسبان على اعتناق الإسلام؟ طبعا لا طبعا لا ولا يوجد هناك أي شيء يعني يؤكد ذلك أنهم ولم يكن هناك ديانة مفضلة حتى من قبل طبعا كان معظم المجتمع أريوسي والأريوسية كان دين موحد وكان دينا لا يتناقض مع اعتقاد الدين الإسلامي فوجدوا السهولة في الدخول إلى الإسلام بس لم يكن أحد يجبرهم أو يغريهم؟ لم يكن هناك بالعكس يعني هناك الكثير من الوثائق التي تؤكد أن كانت هناك الكثير من العدالة والصلحات مثل ترتاوذي تذمير والذي كان يعطي للنصارى المنتمين لمنطقة أن لهم الحق في أن يعملون ما يريدون فقط يدفعون الجزية وهذا ما حدث في معظم الأماكن في الأندلس المشكلة أن هناك مئة سنة من عدم وجود الوثائق مغيبة مغيبة نعم وهذا ترك الجميع يكتبوا ما يريد أي ماء السنة تقريبا القرن الثامن وبداية التاسع لا يوجد مصادر لا عند المسيحين ولا عند المسلمين إلى الآن ربما هناك مصادر لكن لم تكتشف لم تكتشف ومؤرخون مسلمون مثل ابن الخطيب أو ابن خلدون أو آخرون أو ابن القطية والذي يعتبر أحد بداية المصادر التي تتحدث عن تاريخ الأندلس ذكر أن هناك مئة سنة بلا وجود طيب بس أستاذ أديبة ما الذي يدفع أناس في أسبانيا لم يمارس في حقهم الاضطهاد ليمارسوا ذات الاضطهاد لا أفهم يعني هل حين أنتم تقولون أنه مورست ضدنا اضطهاد ممثل بمحاكم التفتيش نعم صحيح نعم إذا لم يكن المسلمون الأوائل الذين دخلوا إلى أسبانيا مارسوا إجبارا واضطهادا للمسيحين لماذا يمارسون لأنه كانت سياسة في ذلك الوقت يعني كانت سياسة الكنيسة في القرون الوسطى يعني عندما عملت محاكم التفتيش كانت باسم الرب يقتلون وباسم الرب يعني لماذا أجبر المسلمين الأندلسيين الدخول إلى التنصير لأنه عندما تنصروا أصبحوا منتمين للكنيسة ويمكن أن يحكموا بمحاكم التفتيش إذا لم ينصروا إذا ما تنصروا لا ينتمون إلى الكنيسة ومحاكم التفتيش لا تستطيع أن تعمل معهم أي شيء فلذلك أول شيء تنصروا ثم بعد ذلك أصبحوا يسمون كأنهم أقليا مع أنهم كانوا سكان معظم أراضي أسبانيا وبعد ذلك طردوا بقرار من فليب الثالث الترد الأخير يعني قبل قرارات أخرى وبعد ذلك شوها التاريخ حتى نعتقد أنهم هم طلبوا الإعانة من السلطة العثماني إن الحقيقة الوثائق معظم الوثائق الموجودة في أرشفات كثيرة في أسبانيا تتحدث أن العثمانيون ساعدوا الموريسكيون أكثر بمرة حتى كانت هناك نيات في الدخول إلى أسبانيا لحرب للدفاع ومستندين بفرنسا بالدفاع على حقوق هؤلاء الشعب الذي كان ينتمي لأسبانيا رغما عن دينهم كانوا منتمين إلى شبه جزيرة إيباريا منذ 900 سنة ولكن لذلك فليب الثالث أصدر قرار الضرد لأنهم رأوا أنهم مكونون أساسيون لثورة داخل البلد طيب خليني بسألك ستذادي بس قبل أن أنهي هذا الفاصل الباحث الأسباني رفائيل فرنانديث لوكي نشر قبل فترة وثيقة مفصلة عن الأشخاص الذين صدرت أملاكهم من المسلمين من قبل الإقطاعين موثقا بالأسماء أسماء الجلاديين النصارى أسماء الضحايا المسلمين المالقيين الذين أجبروا على التنصر وغيرها كثير من العائلات لا تزال موجودة إلى الآن متى تقدين أن هذا الإجراء قد يهز لحمة المجتمع يضر بالسلم الاجتماعي خصوصا بعد أن صدر قانون حرية الأديان وأنها حقبة من محاكم التفتيش وذيولها أسبانيا مجتمعنا الآن الحال الأسباني لا أعتقد أنه المجتمعنا الأسباني متفتح جدا الآن ولن يعطي إلى الأسبانيين معرفتهم لتاريخهم إلا الإجابة أنهم ربما يرون العالم الإسلامي أقرب منهم إذا عرفوا أنهم أقرب لهم نعم إذا لأنهم سيرون أنهم منتمون إليه يعني تاريخيا معظم السكان الأسبانيين الذين لهم ألقاب متعلقة بالنباتات أو بالمدن معظمهم من جذور موريسكية وإذا ذهبت إلى بس أنت لا تميلين أن هذه التفاصيل قد تضر بالسلم الاجتماعي لا 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 ترين أنها مهمة بالعكس هي مهمة يعني لأن الأسبانيين لا بد أن نعرف تاريخنا بس أنت ألا يكون في داخلك شكل من أشكال الغضب على الذين ابتزوا أموالكم أو جلدوكم لا ليس طبعا عندي طبعا أنا أحزن لما حدث في القرونة الوسطى بس ممكن يسأل لديك موقف من أبنائهم كمان لا لا لأنه الآن مثلا الباب الأخير الذي توفي أخوان بابلوسيغوندو هو اعتذر على ما فعله الكنيسة في ذلك الوقت يعني محاكم التفتيش هذا معروف يعني في العالم أنهم قاموا بوحشيات يعني لا لا تصل إلى لا نتخيلها لأنه لا لا توجد هناك الريكوردس يعني بالتلفزيون وهكذا ولم نعيشها نعم ولم نعيشها ولكن أنا كلما أفتح وثيقة وأرى قليلا عم ماذا يعني يقولون الذين عاشوها يعني ممكن يعني تتصورونها والكنيسة اعتذرت لذلك ما يؤكد أن هذا ما يؤكد أن هذا قد حدث والأسبانيون يعرفون أن تاريخنا مليء بالدم يعني أسبانيا يعني عبرت حرب أهلية منذ قليل يعني ليس شيء يعني منذ ستين سنة فقط أين هو التاريخ اللي بدون دماء على كل حال فلذلك يعني لا يوجد هناك غضب سنواصل حديثنا عن أسرتك بالذات بعد فاصل قصير فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الباحثة الأسبانية أديبة روميو فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجددا في إضاءات لا يزال حواري هذه الحلقة مع ضيفتي الباحثة الأسبانية أديبة روميرو أستاذة التاريخ الأندلسي ورئيسة قسم البحث وعلم مخطوطات في كلية الدراسات الأندلسية بغرناطة وأحد أفراد دارة مشروع جمعية المكنز الإسلامي للحفاظ على مخطوطات دار الكتب المصرية أستاذة أديبة لننتقل إلى الحديث عن جانب آخر وهو أنت مثلا تعتزين بأسبانيتك بوصفك أسبانية وتعتزين أيضا بإسلامك ألا ترين باعتبار أنك جذورك تعود إلى المسلمين الأندلسيين ألا تشعين بأي شكل مشكال التنافر بين هاتين الصفتين يعني مررت بمراحل في حياتي وجدت هناك صعوبة أقصد بالنظر إلى إرث من القهر مثلا من من التنكيل اللي مر بعائلتك يعني بعض المرات أغضب عندما مثلا أرى الوثائق الأندلسية وتاريخنا منبثر في العالم ولا يوجد هناك اهتمام كبير يعني له طبعا أحزن وبعض المرات هذا الحزن يتحول إلى قوة عمل وأيضا أحزن عندما أرى الناس مرون أمام قصر الحمراء ويتحدثون أشياء تافيها عنه يعني ليست لها علاقة بالحقيقة مثل ماذا؟ أو أرى مثلا دليل السياحي فيه أنا جلست مدة ثلاثة سنين كل خميس جمعة كنت تطوع أطلع إلى قصر الحمراء وأجلس هناك حتى أدله مجانا للأشخاص الذين يتحدثون لغة عربية أو لمجموعات الأطفال أو حتى أريهم قصر الحمراء بالحقيقة يعني هذه غرفة ابن الخطيب وماذا قال فيها وكيف كان النساء يتعلمون الدين أو العلم ما هي الأشياء التي تستمعين عنها عن قصر الحمراء وتحزنك؟ الشعر الموجود في الجدران الشعر نعم تحزنك نعم خاصة بعض الأشياء مثل ماذا؟ أعز لمولانا السلطان كذا محمد أبي عبد الله وفكر أين ذلك العز يعني أين ذهب وهناك شيء يفرحني كثيرا وهو ولا غالب إلا الله يعني عندما أقرأ ولا غالب إلا الله أقول سبحان الله يعني قدر الله كبير وهذا هو القدر يعني الأندلس الآن مثال لأشياء كثيرة والآن يعني تعتبر من أحد أجمل المعالم في العالم يزورها الكثير ودائما يسألون ما معنى هذه الكلمة؟ واشترون التيشرت مكتوبة أولا غالب إلا الله وهذه الصحيح يعني هذه الحقيقة يعني مهما سميناها الله أو God صحيح لكن سؤالي ما هي الأشياء التي ترين أنها تتردد عن قصر الحمراء وهي ليست بحقيقية وتؤمنه؟ كثيرة الدليل السياحي الرسمي في قصر الحمراء يعني يبين قصر الحمراء كأنه قصر ألف ليلة وليلة لأنها تبنى على أساس قصص واشنطن آيربينغ الكاتب الرومانسي الذي كتب في 1900 أو أذكر التاريخ بالذبط أو 1800 في أواخر القرن التسعة عشر هل حاولت بحكم تخصصك الأكاديمي أنك تتواصل مثلا تغير شيئا؟ نعم طبعا نعم بدأت هكذا وانتهيت بأنني أري قصر الحمراء لأي مجموعة دراسية وجامعية متخصصة فأخذ مجموعات وأريهم قصر الحمراء وكتبت مقالات كثيرة يعني اتحدث فيها عن قصر الحمراء وعن حقيقة الغرف وماذا كان يعمل فيها وأيضا نحن كتبنا أكثر بمرة في الجرائد لماذا لا يوجد اسم ابن الخطيف في جدران الحمراء وابن زمرك كما يوجد اسم واشنطن آيربينغ يعني في كل القصر فقط هناك اسم لشخص واحد وهو لا ينتمي للـ 800 سنة من تاريخ الأندلس وليس له انتماء من المسؤول عن هذا هذا الواقع الحكومة الأسبانية هي المسؤولة عن القصر والقصر والباتروناتو درا لامرة هي هيئة مسؤولة بهذا القصر نعم الأثار وهي تحافظ عن القصر هل وجدتم أي تجاوب من هذه الهيئة من الحكومة الأسبانية هناك تجاوب فعال وكبير من جهة الليغاد أندلوسي وهو منظمة التراث الأندلوسي والتي تفعل خير كبير في أسبانيا منذ أكثر من 15 سنة وهي منظمة غير إسلامية معظم الناس المنتمين فيها مثقفين أسبانيين هناك تيار أسباني نشأ منذ تقريبا التسعينات يحافظ على التراث الأندلوسي المعماري وإن شاء الله الآن سيبدأ في المحافظة مع التراث المكتوب نحن نسعى إلى ذلك أيضا وهناك من جهتهم يوجد إرادة في أن تغير قصر الحمراء بعضا من الأماكن بعضا من هذا النشاط السلبي أنا تخصمت مع التورغايتس في الدليل السياحي في قصر الحمراء في أكثر من مرة وبعض المرات مع شخصيات ليس فقط في قصر الحمراء أنا كنت مرة كان مفتي دمشق شيخ عمد الفتاح البيزم حفظه الله شيخ حسام الدين فرفور هم من علماء الشام العظام كانوا يصلون في مسجد قرطبة وأتى حارس ورفعهم من السجود نصل إلى هذه الدرجة لماذا؟ لأن إلى الآن في أسبانيا هناك عندنا التاريخ باقي نعم يعني الناس لا يفهمون الإسلام لا يستوعبون انتماءهم للأمة الإسلامية يجدوه كشيء مستحيل ووصل إليهم إسلام مشوه وتاريخ مشوه فيجدون يرون العربي أو المسلم كما تريه للأسف وسائل الإعلامة الأوروبية كالشخص الغير مثقف والإرهابي ربما ويعني لدينا مشاكل من هذا النمو لماذا تأخر بالمناسبة حديثك يعني قانون الحريات الدينية في أسبانيا إلى الثمانينات لأنه حتى 75 كان يعني لم يكن مسموحا في أسبانيا أن يعلن المسلمين أن يعلن المسلمون انتماءهم للإسلام لماذا تأخر بالنظر إلى بقية الأقطار الأوروبية الأخرى؟ نحن أسبانيا تأخرنا في أشياء كثيرة لأنه طبعا نحن كانت لدينا ديكتاتورية معروفة وهي ديكتاتورية فرانكو والتي كانت عندها أشياء إيجابية كثيرة ولكن أشياء سلبية كثيرة جدا يعني الحكم اليمين الأسباني يعني يتجه كثيرا إلى عدم الانفتاح الديني وكان يتعصب يعني هو حكم متعصب دينيا خاصة أن الحرب الأهلية الأسبانية التي انتهت في الستة تسعة والثلاثين كانت حرب دينية أيضا يعني كان اليساري شيوعي يعني غير ديني يعني ذيون التاريخية التي ساهمت في الواقع السياسي نعم والواقع السياسي بالضبط طيب عندي قصص سأسألك عنها فيما يتعلق بعائلتك وهي قصص مهمة ولم يبقى معي الكثير من الوقت والدك استاذة أديبة روميرو شخصية مثيرة فهو عاش أزمة روحية في السابع عشر من عمره كان موسيقيا شهيرا جدا عاش في كاليفورنيا مع فرقة الروك عرف الهبز في السبعينات اكتشف الموشحات الأندلسية ثم وجاب الشرق الأوسط سنوات طويلة عرف الإسلام عن طريق الصوفية في مكة الآن يلقب نفسه بأبي القاسم ولا يزال رئيس حزب الخضر الأندلسي المسؤول عنه اللي يهتم بالبيئة وبرعاية هذه الأرض أنشأ بعد ذلك مركز الثغرة اللي أصبح مكان لتعليم الإسلام والعبادة هل ترين أنه تاريخ أيضا السيد والدك هو تاريخ مثير مثل تاريخ أجدادك المرسكين طبعا أنا أعتقد أنه والدي مثل ابن بطوطة ولكن في وقتنا الحالي نحن بدأنا أن نفكر أن نأخذ الباسبورت خبيه في البيت لأنه رحل كبير هو عندما أسلم وقبل إسلامه هو كان مغامر كبير عرف له أمل حسب الأمانة الكبيرة عندما الله أعطى له هذه الهدية الكبيرة والتي هي الإسلام وهو رجل شجاع وبالنسبة لنا في البيت مثال لرجل كبير إلى أي حد أثرت شخصية والدك تنقله من الهبازيل الصوفية إلى الموسيقى إلى المشحات إلى الروق أنا أعتقد أنه شخص نادر وأحلى شيء أنه عرف أن يتمش بين كل هذه الأشياء ولم يترك الأشياء الأخرى يعني عرف أن يصل إلى الوسطية في الإسلام فهم معظم المذاهب الإسلامية عرف أن يصل إلى الروح حنية في الإسلام بلا التعاصب والتشدد لا من جهة التصوف الذي يترك كل شيء ولا من جهة التعاصب الذي يذهب إلى الجهة الأخرى بل وجد أن أعتقد أنه كمسلم أوروبي الآن يعني ربما ليس جميل أن أقول ذلك هكذا في التلفزيون ولكن أنا أعتقد أن والدي مثال يعني الأنف لمسلم أوروبي يعني وجد عرف كيف يذمج بين ثقافته الأوروبية وأنه مسلم وعرف كيف يجمع بين الاثنين طيب علشان كمان السادة المشاهدين يتعرفون على شيء من ثقافتك وثقافة عائلتك في روزاليس بغناطا يقيم مركز الثغرة التابع لعائلتكم مخيما اسمه القرية لتعليم الإسلام واللغة العربية والعيش كمسلم المنتظمين فيه يقيم لهم برامج ليعيشوا العيش كمسلم تشرف عائلتك على هذا المخيم يستقبل جميع أصحاب الديانات ولا يشتريط الديانة الإسلامية ولا يجبر أحدا في رمضان على الصيام أو لا يمنع أحدا من الأكل والشرب في النهار سواء كان مسلما أو غير ذلك في المسجد في خطبة الجمعة ترحبون بكل من حضر حتى لو لم يكن مسلما هل هذه الرؤية تكونت بفعل نفس والدك وخطه أم أنه بحكم يعني إرادتكم أن تنفتحوا على الثقافات الأخرى ما الذي يجعلكم تختارون هذه الصيغة؟ أن الإسلام دين معاملات يعني دين معاملة يعني هذا الرقم واحد أن المسلم يجب أن يعامل الآخر كأنه أخاه وأن الإسلام أفضل طريقة للدعوة ولمعرفة العالم بالإسلام هي المعاملات والرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا عنه أهم شيء الأخلاق فلذلك عندما والدي رجع من مكة نحن المخيمات في المؤسسة هي فقط إحدى برامج المؤسسة يعني أهلي اشتروا أراضي أجدادي وعملنا منذ عشرين سنة على تكوين مركز يكون مركز للتواصل والتفاهم بين الحضارات مركز إسلامي مفتوح لأنه نحن لا نستطيع كيف نقفر الأبواب لعالم نود أن يفهم الإسلام إسلام الحرية وإسلام التفاهم وإسلام المعاملات فلذلك جميع المسلمين من أي طرق أو من أي تفكير يذهبون عندنا وخاصة يعني من بلدان أوروبية وأجنبية أو عربية يذهبون عندنا كرسات كثيرة مختلفة مبنية على تعليم اللغة العربية تعليم الدين الإسلامي يعني مثلا إذا علمنا الدين الإسلام نعلم الفقه في المذاهب الأربعة نحاول أن نأتي بأساتذة من أماكن مختلفة من العالم ونهتم كثيرا بتربية الصغار المسلمين وأيضا عندما نعمل مثلا المخيمات الصيفية مثلا عندنا طلاب من أوروبا من أمريكا من إنجلترا الحكومة الإنجليزية ترسلهم لنا حتى يندمجون مع المسلمين الأسبانيين مثلا مثلا مسلمين مثلا باكستانيين أو هنديين من الجيل الثالث الإنجليزي يعني يبقون ممكن شهر مع الأسبانيين المسلمين ومع الغير المسلمين ويجدون أنهم حتى لا ننعزل ولا في إنجلترا ولا في أسبانيا لأنه هذا خطير جدا يعني المسلمين لازم يندمج لا أريد أن نعزل أفكارك عن بعضها لكني مضطر أن أنهي البرنامج شكرا لك استاذة أديبار جزاكم الله أخيرا على هذه الفرصة الجميلة شكرا لكم أنتم أيها الأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات حتى ألقاكم في حلقة مقبلة هذا ترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر